وفد مشرف وبحضور سفير ياسر عثمان سفيرنا في المملكة المغربية اللي ايضا راجل كان حريص ايضا له ونقدم ليه كل الشكر والسفارة المصرية وعضاء السفارة المصرية بنقدم لهم كل الشكر الوفد المصري اللي كان موجود ايضا كان هناك العديد من الجلسات ويمكن جلسات اللي حصلت امبارح وكان فيها كلمات كلها بتصب في دعم الشعب الفلسطيني وكله بيتكلم على حل الدولتين وكله بيتكلم على الطموحات الشعوب ولكن تاني بيقول لحاكوا ان الجميع النهاردة كل القضية المؤتمر ده كله وهذه الاجتماعات كلها بتتكلم من اولها الاخيرة على اهمية التعايش السلمي بين الدول التسامح بين الدول التوافق والحوار بين الدول تكلموا على هجر غير الشرعية والاتحاد الاوروبي عنده يعني منزعجين جدا وهم بيأكدوا هتسمعوا طبعا رئيسة برلمان اسبانيا وهي بتتكلم على هجر غير الشرعية واطبع وايطاليا وغيرهم واللي تكلموا من خلال هذه الاجتماعات على المشاكل اللي ممكن تحدث ولكن كانت احذيرات النائب محام النبانين ليهم على اللي ممكن يحدث في رفح وقال لهم انا بقول لكم لو يحصل حاجة في رفح تخلوا بالكم الموضوع مش هيبقى مصر ولا غيره لا الدنيا كلها هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا وانا بقول لكم ان احنا كلنا كنواب منتخبين من شعوبنا فالانتو احنا مسؤولين امام شعوبنا لازم صوت الصوت ده يوصل للعالم كله انه مشكلة رفح مش هتكون ازمة مصرية بس لا دي ازمة هتؤثر على العالم كله دي لحظة تسليم وتسلم من رئيس البرلمان المغربي الى رئيسة البرلمان الاسباني اللي هي تتولى اعتبارا من الامس رئاسة الجمعية البرلمانية الاتحاد من اجل المتوسط فيه وطبعا الصورة بعد كده بعد ما خلصنا خدنا النائب محمل ومنين مع عضاء الوفد المصري طبعا قبل انتهاء اعمال هذا المؤتمر ثم كان فيه ايضا جلسات ومناقشات في اللجان اللجان المختلف ايضا وكل طبعا كل الرئيس وفدي بيتكلم وحتى عضاء الوفود يتكلموا اتكلم النائب محمل ومنين واتكلم كمان النائب ضياء داود ايضا رد على ممثل فرنسا على فرنسا كان لها بعض المخترحات ولكن هو اهل ممثل فرنسا طبعا روحي فتوح رئيس البرلمان الفلسطيني اعملت معاه كمان لقاء وهذا الرجل كمان تحدث امام الدنيا كلها عن مصر وشكر مصر